انشغلت الصحف والمواقع الغربية بتحليل الرد الإيراني على العدو الإسرائيلي الذي اعتبرته نجاحاً استراتيجياً هائلاً مؤكدة أن طهران شغلت القليل القليل من قدراتها فيما أثبت الرد ضعف العدو وحاجته لمن يدافع عنه مجلة لوكوال فرنسية قالت إن الطفان النيراني والتكنولوجيا الذي أطلقته إيران باتجاه العدو الإسرائيلي في ردها على الهجوم الصهيوني على قنصليتها جعل أنظمة الدفاع الإسرائيلية تعمل بكامل طاقتها لعدة ساعات رغم أن إيران لم تستخدم أحدث أسلحتها في الهجوم وأضافت المجلة أنه سيكون من الخطأ أن يعتمد العدو على قوة دفاعاته معكدة أن الهجوم لم يكن يهدف إلى إحداث أضرار بشرية ومذلية بقدر ما كان قياسا لقوة دفاعات العدو وأشارت في هذا استياق إلى أن الصهاين استهلكوا ذخائرهم التي هي أكثر تكلفة من الأسلحة الإيرانية المستخدمة بمرات من جانبها قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن العدو لا يزال غير مدرك لكيفية استعادة ما تسميه قدرته على الردع في ظل الحرب على غزة والتي لم يحقق أهدافها والرد الإيراني هذا وأكدت صحيفة لوفي جارو الفرنسية أن ما تسميه صورة الكيان الذي لا يمكن المساس به صارت معلقة بخيط رفيع بعد الرد الإيراني وأضافت الصحيفة أن الهجوم الإيرانية شكل نجاحاً استراتيجياً هائلاً من جميع النواحي وأن تل أبيب لم تعد وحدها الخائفة بشدة من إيران بل أيضاً الغربيون الذين فهموا الرسالة تماماً بدورها أشارت عدة تقارير غربية إلى أن الرد الإيراني يكشف وهن العدو موقع ميدل إيست آي البريطاني قال في هذا السياق إن تل أبيب تحتاج للآخرين لاتفاع عنها وأضاف أن الهجمات الإيرانية كشفت ضعف الكيان الغاصب إلى الدرجة التي بدى فيها غير قادر وحده على اتفاع عن نفسه وأوضح الموقع أن تل أبيب اليوم لم تعد حرة في اختيار كيف ترد على الهجمات في ظل ورطتها في غزة وعدم تحقيقها أي إنجاز في مقابل مقاومة قوية وتزداد تفلباً هذا واعتبرت صحيفة Wall Street Journal الأمريكية أن الضربة الإيرانية كانت هائلة بكل المقاييس وتساءلت عن مدى قدرة العدو في الدفاع عن نفسه دون مساعدة خارجية وفي ظل وجوم مفاجئ ولفتت إلى أن من أهم ما حصلت عليه طهران هي المعلومات الاستخباراتية القيمة من مراقبة كيفية عمل الدفاعات الجوية الأمريكية والإسرائيلية من جهتها قالت صحيفة نيويورك تاينز الأمريكية إن حصول الرد الإيراني يعتبر ثانية فشل للعدو وشددت على أن طهران أثبتت أن لديها قوة حربية ضخمة بدورها اعتبرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن على العدو لاستعداد للمرحلة المقبلة والتي ستكون متعددة الجبهات وفي هذا الإطار تساءلت صحيفة Financial Times البريطانية عما إذا أصبح العدو الصهيوني عبءاً استراتيجياً على واشنطن الصحف والمواقع الغربية أجمعت على ضرورة أن لا تقدمت الأبيب على أي حماقة في وجه إيران وهو ما سيدفعها للندم لاحقاً وفقاً للمسؤولين الغربيين